لو هاعد اتكلم على فوائد زيت شجرة الشاي مش هخلص كلامي بجد الزيت ده زيت تحري له فوائد كثيرة جدا جدا للجلد يعني هو حاجة مشهورة جدا بتعالج الحبوب لأنه له خواص مضادة للاتهاد وبيعالج الجلد من أمرات كثيرة قوي وحاجات كثيرة قوي تعالوا مع بعض يعني اعرفكم على فوائد زيت شجرة الشاي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي لو اول مرة تشوفوا قناتي او اي فيديو ليا ياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهات جديدة بنزلها النهاردة هكلمكم عن زيت شجرة الشاي وفوائده الهيلة جدا للبشرة لازم اي بيت ما يستغناش عن الزيت ده يبقى موجود عندها اول فايدة لي انه هو بيعالج الجلد الجاف او اللي بيعانج من الاجزيمة لانه بيساعد على تطريط الجلد وكمان بيقلل الاحساس بالحكة يعني اي حد عنده اللي هو الاجزيمة او الحكة المستمرة فهو يعني جدا جدا منتاز لها تطريط الاستردام سهلة جدا هتنزجي نقط قليلة جدا من زيت شجرة الشاي مع اي زيت حامل زيوت الحاملة يعني قط فيها اي زيوت عطرية بتحمل اي زيوت العطرية زي زيت الزيتون زيت اللوز زيت الارجان اي زيت عندك زيت حامل متاح زيت جوز الهند او اي كريم مرتب انت تستخدميه هتحطي عليه نقط من زيت شجرة الشاي وبتدهني المنطقة اللي هي فيها الالتهاب ديت بعد الشهر مرة واحدة في اليوم تاني فايدة لزيت شجرة الشاي هو الجلد الدهني او البشرة الدهنية في دراسة عملت سنة 2016 شافوا ان كل الناس اللي اشتركت في الدراسة ديت اللي استخدموا سانسكرين ضفلوا زيت شجرة الشاي لمدة شهر تقريبا لقوا تحسن يعني كبير جدا في بشرتهم الدهنية ازاي تستخدمي لو انت بشرتك دهنية او بتعاني من افراز زيوت زائدة مطرها زغيرة وهت تغدي بها قطرات بتحطيها اما مع التونر اللي انت بتستخدميه او مع المرتب الخاص بيكي اللي انت مرتاح عليه او السانسكرين حتى كمان ممكن تستخدميه كماسك طامي اللي هو المغربي او البنتونايت تحطيه برضو قطرات على الطين ده او الطامي ده وبتستخدميه كماسك جدا جدا هايل تالت استخدام لزيت شجرة الشاي هو للشعر وفروة الراس زيت شجرة الشاي معروف جدا ان هو بيعالج الاشرة وبيهدي من الفروة الراس الملتهبة ولو الناس اللي عندها الاشرة الدهنية والاشرة اللي هي مسببة للفطريات لان هو يعني زيت شجرة الشاي ده كمان بيعالج الفطريات مطهر قوي جدا لها طبعا هو بيشيل الكيميكلز الموجودة على الشعر طبعا الشامبوهات والمصحضرات اللي بنستخدمها وكمان بيشيل الخلايا الميتة الموجودة على فروة الراس فهو بيكتلي بيطهر فروة الراس من اي شيء بيكون يعني يعامل حاجز عليها فزي ما تقوله كده فروة الراس بتتنفس وبالتالي هو طبعا هيعالجلي الاشرة كمان هيخلي ان الشعر ينمو بطريقة صحية ويدعم نمو الشعر الصحي الطريقة سهلة جدا هتجيب برضو زيت قطرات منه وهتحطيها يائما تحطيها على اي برضو زيت حامل زي ما قولنا زيت زاتون زيت جوزهند وتسيبيها على فروة الراس تدليكي فروة الراس كويس تسيبيها نص ساعة على فروة الراس ممكن على فكرة يتحط منه القطرات على الشامبو البتاعك وتغسلي بشعرك هتلاقي شعري بقلامع وصحي وخلاص مفيش قشرة ولا حاجات تهنية رابع استردام هو ممكن تستخدميها للحبوب ان انتي تحطيه بشكل موضي وهو مركز على الحباية ذات نفسها ده بيساعد ان الحباية الالتهاب اللي موجود فيها يقل ويعني لانه زي ما قلتلكم ان هو فيه خواص مضادة للالتهاب ومضادة كمان المايكروبات اللي بتسبب الحبوب فهو طبعا هيقللك الى الاحمرار الموجود والتورم الموجود والمصاحب للحباية يعني بيمنع تكون الاسكار او بيمنع تكون الاسكار او بيمنع تكون الاسر حب الشابي بيمنع ان الحباية تسيب نتبة او تسيب بحفرة او تعمل علامة هو بيساعدك ان جلدك يبقى صافي بحطه بشكل مركز على الحباية نفسها يعني انت خالي بالك ان انت بقطنة صغيرة كده اللي هي بتاعة الودن الدية تخدمها اكلمكم عنه اخر فايدة ليه هو للجلد الالتهابات عموما للجلد يعني اي الالتهابات للجلد هو له خواص مضادة للالتهاب بتهدي الجلد بيساعد كمان على التقام الجلد واي عدوى او التهاب بيحصل او اي تهيج للجلد اللي هو زي ما بيقولوا او الجلد اللي هو يعني بيبقى دايما حساس يعني حتى فيه دراسة عملت تخدمه مرهم بيحتوي على خمسة في المية من زيت شجرة الشاي لقوا ان هو المرهم ده بيهدي اه فورا اي التهابات بتحصل للجلد انا كلمتكم النهاردة عن فوائد زيت شجرة الشاي اه انه هو له خواص زي ما بيقولكم مضادة للالتهاب ومضادة للميكروبات وبيعالج كمان الفطريات اه حتى ممكن يستخدم للازافر اللي هي لو فيها فطريات بتدهيني الازافر به يعني اه فهو اه طبعا زي ما قلت لكم استخدماته لا تعد اه يعني اتكلمنا عن حب الشباب اتكلمنا هو بيعالج البشرة الدهنية بيعالج فروة الراس بيعالج كمان اه اجزيمة الجلد الجلد الملتهب الجلد اللي هو بيبقى فيه حكة قلنا الحبوب فهو استخدماته جدا جدا مفيدة في حياتنا بشكل يعني رائع وحاجة طبيعية وهتجيب معاكي نتيجة رفتكم الفيديو يعني ما تنسوش تدعموني باللايك وبالستابسكرايب في القناة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة